تزامن التوقعات منظمة الصحة العالمية باستمرار موجات فيروس كورونا في العراق حتى الشتاء المقبل مع إعلان تفشي الوباء في كردستان العراق وخروج الوضع فيها عن السيطرة بعد ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير وانخفاض حالات الشفاء كما صرحت السلطة الصحية فيها قبل أيام قليلة نهيك عن استمرار فتح المعابر بين محافظات كردستان وإيران التي تعيش موجة ثانية من تفشي الفيروس ولدت مخاوف كبيرة لدى المواطنين والتجار وأصحاب العمل في كردستان العراق بشكل عام ومدينة أربيل بشكل خاص وفاقم الأزمة الاقتصادية فيها على الرغم من تخفيف قيود حضر التجول اقتصاديا أثر على الشغل وعالشارع وعالاقتصاد بلد عموما أثر على كثير الناس ناس ضررت أكو ناس عموما اللي أبو محل شغلة شوي قل اللي أبو الأسواق أبو الماركتات وبالرغم من أن المؤسسات والمنشآت الاقتصادية فتحت أبوابها من جديد بعد تخفيف قيود حضر التجول المفروض على المنطقة إلا أن ازدياد الإصابات بكورونا بشكل كبير في كردستان العراق زاد مخاوف المواطنين من العودة لممارسة الحياة الطبيعية أخبار انتشار هذا الفيروس أثرت كثير على الشغل عندنا بالمحل هنا يعني الزبائن تخاف تأتي بعد الزين تخاف تطلع تخاف تروح الناس تخاف تتعامل تروح تأتي وشغل ماكو يعني من صار هذا الفيروس كورونا غير الشغل وقف نهائيا يعني عجلة التجارة كانت المتضررة الأكبر من فيروس كورونا في كردستان طيلة فترة انتشار الفيروس وخلال فترة حضر التجوال وتفاقمت الأضرار مع إعلان السلطة الصحية في بغداد مؤخرا عن ازدياد عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس يعني الاربعين والخمسة واربعين يوم اللي راحت أكو ناس من رجع فتح الحضر رجع نتنفسنا شوية بالمقابل أنه لما رجع الحضر ورجعت هاي الأزمة خاصة ببغداد أثرت جدا 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 يعني حتى لو كنا نفاكرين أنه نستورد أو نفاكرين نصنع راح نوقف كل شيء مخاوف كبيرة تفاقمت مع ازدياد عدد الإصابات بكورونا ألقت بظلالها على الأسواق بشتى أشكالها في العراق وتبقى السيطرة على الفيروس الأمل الوحيد لكل المتضررين منه في التعافي والعودة للحياة الطبيعية من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر